عايزة لكم ترتيب المجموعة مجموعة منتخبنا الوطني بعد المباريات النهاردة منتخب مصر يغرد وحيدا في صدارة مجموعته بتسع نقاط علامة كاملة من ثلاث مباريات انتصارات في المركز الثاني غينيا بيساوب خمس نقاط من ثلاث مباريات ثم بورتينا فاسو في المركز الثالث باربع نقاط بنفس الرؤسية سيرياليون في المركز الرابع السيوبيا في المركز الخامس بنقطتين واخيرا بلا نقاط جيبوتي غينيا بيساوب في المركز الثاني جامع خمس نقاط لم يهزم في اي مباراة عادل اتنين وكسب واحدة ده يقول لك ايه يقول لك ان المنافس المنافس مش سهل في المباراة القادمة ان شاء الله يوم الاتنين القادم هنلاعب غينيا بيساوب في غينيا بيساوب تركيز لسه مشوار طويل لسه المشوار طويل احنا عندنا عشر مباراة لعبنا منهم ثلاثة نكسب غينيا بيساوب ان شاء الله ان شاء الله على ملعبهم نقدر نقول ساعتها حطينا قدم في كأس العالم مش كلتا القدمين احنا منقول ايه لو حطينا او قسمنا غينيا بيساوب نرتاح شوية بس ما ارتاحناش خالص بس نكسب غينيا بيساوب الرجالة تقدر اه تقدر ان شاء الله وربنا يكرمنا باذن الله النهاردة في مباراة اخرى في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم المنتخب الليبي يكسب منتخب موريشيوس 2-1 والمنتخب الموريتاني خسر امام السودان 2-2 وغينيا بيساو زي ما قلت لكم تعادل سلبية مع منتخب اسيوبيا وغانا فازت على مال 2-1 وغينيا فازت على الجزائر 2-1 دي مفاجأة كبيرة جدا والسنغال تعادل مع جمهورية الكونغة 1-1 مفاجأة اخرى ومنتخب زي ما قلت لكم فاز 2-1 على بوركينا فاسو في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم المنتخب العراقي فاز 2 لشيء على اندونسيا والسعودية فازت على باكستان 3 لشيء المنتخب الفلسطيني تعادل سلبية مع المنتخب اللبناني بمشاركة وسامة وعلي اللي خرج في اللحظات الأخيرة يبدو انه كان يشكو من اصابة تحديدا في ديئة 93 المنتخب الاماراتي فاز 4 لشيء على منتخب نيبال وافغانستان وقطر تعادل سلبية دون اهداف والاردن فازت على تشغستان 3 لشيء والبحرين واليمن تعادل سلبية دون اهداف